بسم الله الرحمن الرحيم الطلبة العزاء طلبة الصف السنة السنوي عامو ازهري اهلا بكم وكل سلام طيبين وبنزد شهر رمضان المبارك عشرين وعشرين وان شاء الله يكون شهر خير علينا جميعا في الفيديو ده هنحاول نعمل لكم كده ايه اه سرد ومراجع سريع على اه عناصر الفائس مجموعة اهوان ايه الاقلاء اه بنوضح دلوقتي الدور الحيوي اللي بيلعبه كل من اه كاتيون ايه بلاس سوديوم اه وكاتيون كي بلاس البوتاسيوم في جسم الانسان طبعا ده عالفين ناما ايه كعنصرين في المجموعة الاولى بيحتلوا الترتيب السادس والسبع بالنسبة للسوديوم اه عيون السوديوم طبعا بيقض في بلازمة الدم والسوائل اللي محيطة باخشية اعضاء الجسم الداخلية اه وطبعا كله وظيفته ان هو ايه بيعمل على نقل المواد الغذائية الجماعة عن حياة الجسم عبر الدم اما بالنسبة اه للبوتاسيوم اه يوجد داخل الخلية الحية في السيتوبلازم اه بيساعد فيه تخليق البروتين اه بالنسبة للاغذية اللي موجود فيها اه السوديوم اه طبعا اغذية كتير جدا منها الخضورات زي الكرافس اه منها اللبن البيض اه الاجبان بالنسبة اه البوتاسيوم يوجد طبعا في الموز مع انه طبعا كتاب مش اذكره بس هو موجود في الموز بكمية كبيرة اه يوجد ايضا في اللبن يوجد في اللحوم اه يوجد في الخضورات والفوكة اه وبكده يبقى ايه اتكلمنا ودينا فكرة عن الدور الحيوي اللي بلعبه ويقول لمن ايون البوتاسيوم والسوديوم في جسم الانسان لان طبعا ايه الجزائي دي ممكن تجي لك في المقالي فانت ايه اه ايه بقى اراها برضو ايه على السنة اه جزئها اه نتمنى بان انتو ايه تشاهدوا الفيديو كويس وتشوفوا المعادلات وتعملها بايدك مرة واتنين وتحول تحلل اسئلة اه تباع شكرا اصدار شرف لها دي كابير معلمين الكامل سلام اشتركوا في القناة